بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربما اجعل هذا العمل خالص على الواجهك الكريم واللي يستفيد منه ما ينساش هادول الولد بالرحمة والمغفرة حضراتكم دلوقتي احنا بقى بنتبق على اللي شرحناه في الفيديو اللي فات ولازم لما تيجي تطبق معايا بقى الأسئلة اللي هي زي دي كده اللي هي ريتين كوستشن حضرتك ورقة وقلم وبدأ حل وهتلاقينا سريع لأن ده فيديو انت تقدر تعمله بوز زي ما انت عايز تقدر تعيده براحتك لكن انت لازم ورقة وقلم وبتحل بإيدك علشان ما تبقاش أول مرة تكتب في الامتحان أول مرة تكتب في الامتحان مش هتعرف لأ لازم تكتب معايا وتحل بإيدك بيقولك لما يقولك حضرتك تشتغل بها زي ما هي ما تبرعش وتزودهم مديني Administrative Expenses عبارة عن اتنين Officers Salaries و Depreciation of Office Furniture and Equipment وبعدين COGS وبعدين Rent Revenue وبعدين Selling Expense عبارة عن Delivery Expense و Sales Commission و Depreciation of Sales Equipment وبعدين Sales Revenue و Income Tax كمان ال Income Tax مش ريت ده مدهلك محسوبة جاهزة ومديني Interest Expense طالب مني بيقول لي Prepare an Income Statement for the year 2024 Ordinary Share Outstanding 2024 كانوا 40,550 قلت له أول أول حضرتك أول حاجة جهز للسيلينج والAdministrative بدل ما تكتبهم وتضخم ال Income Statement لا 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 هنجمحهم على بعض لو حضرتك جمعتهم معايا هتلاقي التوتل بتاعهم هيطلع 26,010 إيه ده؟ أنا جمعت دول 4,560 ومعهم التلاتة دول كمان 2,690 و 7,980 و 6,480 هتلاقي الأرقام دي هي اللي أنا جمعتها وطلع لي 26,010 اللي تجمعه بعد إذنك شطوبه أنا دلوقتي بحل كإن في الامتحانها الأرقام اللي خدتها خلاص شطوبها اللي فضل ده هتتعامل معاها إزاي قوي قوي هنبدأ بقى نعمل الانكام ستيتمنت بتاعتي أول حاجة ما تنساش إن أنت شغال في شركة اسمها إيه؟ ويبستر كامباني يبقى هروح جاي كاتبله عشان بقى حل يبقى نموزاجي هكتب هنا ويبستر كامباني خلاص؟ وأنا دلوقتي بعمل الانكام ستيتمنت والكلام ده ما تنساش وكتب الديت انت كده يبقى شغلك عشرة على عشرة وتروح جاي حضرتك عملي تيبل تيبل بقى قبل ما تبدأ تبص في المسألة وتاخد الأرقام في معادلة سبتة حضرتك بتجاهز لشوية معادلة كده سبتة اللي هي إيه بقى؟ أول حاجة نيت سيلز والنت سيلز أشيل منها أنا بحل كإني بحل في الامتحانة الريزلت اللي هتطلع اسمها اللي هشيل منه ومش هيديني ريزلت لا ده أنا هكمل واروح جاي حطت عليه رجل القايمة بس وقف لغاية هنا RGEL اللي هي revenue gain expenses losses بس ابدا بقى هتلي الأرقام بتاعت النيت سيلز والكلام ده هتلاقي النيت سيلز عندك كان السيلز revenue واتطم من كده أشيك في الأرقام هل السيلز كان مديني الرادش بتاعها كان مديني الريتورن أو الالاونس أو الديسكاونت لا فأخدت ستة تسعين ألف وخمسمية زي ما هي والرقم اللي هاخده هاشطوبه يبقى ستة وتسعين ألف وخمسمية وده خلاص شكرا كالترخيك اللي بعده المفروض مينس كوكز أهي تلاتة وستين ألف خمسمية وسبعين خدناها وشطبناها يبقى مينس تلاتة وستين ألف سمية وسبعين لو حضرتك تحسب معي دي هيطلع الريزلت بتاعتها ستة وتسعين ألف وخمسمية ناقص تلاتة وستين ألف خمسمية وسبعين طلع اتنين وتلاتين ألف تسعونية وتلاتين أهو ده تلاتين ألف تسعونية وتلاتين اهو ده الجروس بروفيت اللي هاشين منه ستة وعشرين ألف وعشرة اللي احنا كنا حاسبينها بتاعت سيلينج وادمنسترياتي يبقى مينس ستة وعشرين ألف وعشرة وما تطلعش النتيجة هنا انت بتنط النتيجة دي طب ورجل القايمة بقى حط فيها مين أي حد تايه مش لقيله صاحب خلاص انت الكوكزة خلصتها وخلصت السيلز ما فاضلش عندك غير رينت ريفني وينكم تاكس وينترست اكسبنس دي بنحترمها وبنعمل لها سيكشل لوحدة ودي كمان لها سيكشل لوحدة الله يبقى مين اللي تايه ما فاضلش غير الرينت ريفني يبقى بلس سبعتاشر ألف ومتين وتلاتين يبقى سبعتاشر ألف متين وتلاتين وده ايه ده رينت ريفنيو مين اللي هيطلع اللي هيطلع لك بقى هنا ده الريزلت دي اللي هتطلع اهي نحسبها الاول يبقى تين وتلاتين ألف تسعمية وتلاتين مينس ستة وعشرين ألف وعشر بلس سبعتاشر ألف متين وتلاتين هيطلع ربعة وعشرين ألف مية وخمسين مين ده بقى ربعة وعشرين ألف مية وخمسين اهو ده اللي بنقول عليه net operating income او بنقول عليه earning pay for interest and tax او بتقول عليه income from operation اللي فاضل تشيل منه مين بقى interest tax والinterest expense والinterest expense كان بكم عندك انا عندي interest expense بقى 1860 1860 يبقى هشيل منه 1860 1860 عشان يطلع لك income before tax before tax كان بقى ال income before tax 24150 ناقص 1860 هيطلع 22190 هلوة قوي يبقى ما فاضلش غير من ان انا هشيل منه مين 222190 هشيل منه tax والtax المرة دي كانت given given كده كلام some amount مش مديلك لها percentage وكانت بكم كانت 7580 يبقى يبقى مينة 7580 سبعة تلاف سبعة تلاف 7580 اربعتاشر الف سبعة ومية وعشرة اربعتاشر الف سبعة ومية وعشرة اهو ده مين بقى اهو ده ال net income شكرا بس كده انا خلصت لا يا حبيبي خلصت ايه ما تنساش تجيب لي اي بي اس حده هيقول لي دلوقتي دكتور فين ال discontinued operation شركة ما فيهش يا اخي دور كده ما فيش والله ما فيش discontinued operation خلاص يبقى ده ال net income انتهينا طب ال EBS اجيبه ازاي احنا مش متعودين ناخد ال net income ده الارة اربعتاشر الف سبعمية وعشرة واشيل منه الدفدنس بتاعت البريفيرد ما فيش خلاص يبقى ما ينزيله واقسم على ال outstanding ال weighted average of outstanding ordinary shares اللي هي كانت كام كانت اربعين الف خمسمية وخمسين يبقى هقسم من ال 14 ألف سبعمية وعشرة على اربعين ألف خمسمية وخمسين هيطلع 36 من 100 يبقى 0.36 دولار او دي كانت بالباوند يبقى باوند كده يبقى انت فعلا خلصت ال income بس خلاص وديني عملتها معاك بيدي واحدة واحدة تعال نشوف بقى السؤال اللي بعده السؤال ده بقى رخمته في انه حاططلك items كتير مفيش منها اللي هتستخدمه في ال income statement يعني مطبط كده المفروض ما كانها في البلانشيت وحططها لك هنا يعني مثلا انت تعرف ان الكاش ده asset صح لا لا يبقى ده المفروض تشتوبه خالص كده عشان ما يزغلش عينك يعني انا في الامتحان لو جالي سؤال زي ده ولقيته طالب مني في ال instruction prepare income statement خلاص اي حاجة related بال assets liability owner equity ملهاش لازمة طب sales revenue اهو الحمد لله ده معانا وال interest revenue ده معانا accounts receivable لا والaccount receivable دول اللي هم مين دول حسابات الناس اللي انا عايز منهم فلوس وخلي بالك بقى هتتعلم معانا ان شاء الله لما نيجي ناخد بالانشيت ان الناس دول مش كلهم بيدفعوا فبيبقى فيه منهم جزء انا شكك فيه بعمله allowance اسمه اف ده اسمه allowance for doubtful account فده بيتطرح من ال account receivable فده related بال AR خلاص يبقى ده معاها في البلانشيت يبقى انا باشطوا بالحاجات اللي ملهاش لازمة ماشي طب البريبيد insurance insurance لو ما كانش بريبيد كان هيبقى insurance expense كنت هاخده لكن ده بريبيد ده يعتبر asset والله العظيم ولو انت ناس يفتكر معايا هو البريبيد expense ده asset طب sales return and allowance الله ده الرادش ده ده اللي بنشيله من sales يبقى خليك فاكر ادي واحدة اهو من الرادش اللي بنشيلها من sales اللي بعده sales discount دم على زميلك دم مع الهتشال من sales صح كده ولا لا ده كان ب45 طب ما تيجي نشيل روحت جاي فعلا حاسب الnet sales قلت عشان اصفيها بالمرة طالما ال return وال allowance وال discount موجودين روحت جاي واخد المليون 280 ناقص 155 طلعت مليون 85 بعد اذنك طالما المليون 85 دي الnet sales اللي انت هتبدأ بيها شغلك في ال income statement يبقى شطب الارقام بتاعتها علشان ما تزغلش عينك يبقى sales revenue خلاص وال return خلاص وال discount خلاص واخد بالك انا بعمل ايه علشان عينك ما تزغلش دي افضل طريقة للحل والله العظيم تلاتة هتعمل كده هتحل صح وبسرعة باذن الله طبعا ال land ده asset دي مش معانا طبعا ال equipment دي asset مش معانا اشطب اشطب ال building ده asset والله العظيم مش معانا الله طب الكوجز اهلا وسهلا بيك لا ده معانا ده سيبه دلوقتي طب accumulated depreciation ده contra assets ياتك ده بيتطرح من ال asset مش معانا برضو طب accumulated depreciation building نفس الكلام مش معانا طب notes receivable ما يشبه accounts receivable ده asset برضو مش معانا يا لهوي كل الارقام دي مش معانا اه و selling expense اهلا بيك سيبها accounts payable ده لي ability مش معانا طب bonds payable لما ال accounts payable bond payable ده برضو بندات انا اللي طبحها دي مش معانا ده لي ability وهتعرفوا معايا قدام بالتفصيل administrative and general expense لا دم على زميلك اللي اتنين دول اللي اتنين دول يتجمعوا مع بعض لان دول بيتقال عليهم selling and administrative expense ضمتهم على بعض خلاص وجبت نتيجة حضرتك النتيجة دي تجب الرقمين دول يبقى بعد اذنك تشاطبوا يبقى الرقمين دول طالما جمعتهم خلاص يبقى انا هاخد المجموع بتاعهم واشتب اشتب اشتب وتشتب كده عشان تشوف دلوقتي اين اللي هيحصل اللي هيفضل بس اللي هنشتغل عليه طب accurate liability هو ايلك هو accurate liability خلاص ده مش معانا ده liability ما كانه balance sheet interest expense لا ده انت مهم انت بنوقرك وانا احترمك not beable مش معانا loss from impairment of plant asset بص هي بدقة بايه بلص يبقى دي معانا هتقول لي دكتور يعني ايه impairment اقولك هتاخده الترمي التاني بالتفصيل ودلوقتي مؤقتة اللي حب يعرف الimperment ده حاجة شبه depreciation بس اكتر بيبقى نتيجة مش اليوزنج مش نتيجة استخدامي انا لا ده بيبقى نتيجة نتيجة ان الاسد بتاعي ظهر له اسد قال لي القيمته جامد فجأة ايه دي وبتتحسب ازاق نعرفها قدام المهم ان هي لص ومنايلة ب60 نيلة يبقى معانا share capital ordinary ده capital يسيدي يبقى ده ده تابع owner equity ده طبعا تابع owner equity في البلانشيت والretend earning برضو تابع owner equity وهناخدها ان شاء الله الليكتشر الجاي الله ده انا صفيت كل الارقام ما فاضلش غيرت تكسريت وشوية الارقام دي حضرتك بقى مين اللي فاضل تعالى يلا ادي النيت سيلز هنشيل منها كوكز ب621 الف طبعا انا انا سايب بقى الحل علشان الفيديو ما يطولش لكن انت بتحل بايدك رحت جاي فعلا كاتب له اسم الشركة والتلات سطور بتوعي وبدأت بالمليون خمسة وتمانين السيلز ماينس 621 الف كوكز زداني جروس بروفيت 464 اللي عشين منه سيلنج وادمينسترياتي برضو كنت مجهزها ومش هطلع نتيجة وحط رجل القايمة ابص بقى مين اللي اتحط في رجل القايمة لقيت interest revenue وده حلو يجمع ولقيت interest expense لقى دي لوحدها ولقيت loss from impairment دي وحشة التارح خلاص هتلي 86 وال120 جمعت 86 وطرحت 120 الداني 139 اللي قلنا عليه net operating income او income from operation اللي عشين منه interest expense فين interest expense هاي كانت ب60 الف رحتين له يلا interest expense ومه 60 الف شلتها ادك income before tax شلت منها tax 34% وبرضو ما كانش فيه discontinued operation طلع لك net income 52 140 رحت جاي اقسمة على number of share عشان اجيب الابس خلص تهيل مسألة بس هي مشكلتها في المطبط الكتير طبعا انا عارف ان دلوقتي في ناس بتسمعني بيقولوا لي يا دكتور احنا اصلا مش فاكرين مين assets ومين liability هقول لك التمرين ده ياريت حضرتك تسمعه بعد الليكتشر اللي بعد اللي جاية لان الليكتشر اللي بعد اللي جاية انا هاخد البالانشيت بالتفصيل فالاسامي دي هتكون واضحة هيكون حضرتك عرفتها بالتفصيل وافتكرتها معايا دلوقتي انا قلتها سريعا لكن قدام في البالانشيت هقولها لك بالتفصيل الممل فهتفتكرها اكتر طب ما تيجي نشوف بقى السؤال التالت السؤال التالت ده موجه مخصوص للdiscontained operation للديسكو بقى بتاعنا بيقولك at December 31st 2023 Schroeder Corporation had the following shares outstanding بتدي لك نوعين من الشairs 8% community preferred shares 100 bar value 107 500 shares ده عددهم والvalue بتاعتها كذا وما لين 8% community preferred shares لا دي دي نوع من انواع الpreferred shares بتبقى community يعني مجمعة للارباح بتجمع الديفدنس بتاعتها عن السنين اللي ما توزعش فيها لان انت عارف الشركات ساعات ما بتوزعش ما علينا الordinary share برضو دي مش هتستخدمها قوي يعني معلومة مش هتأثر في حلي ordinary share 5 bar value وعددهم 4 مليون العدد ده اللي هيهمني لان ده اللي هجيب منه ال EBS لو هو outstanding يعني والvalue بتاعتها عاملة 20 مليون بيقول لك during 2024 Schrader didn't issue any additional shares ما طبعناش additional shares والfollowing also occurred during 2024 مديني الانكم before tax جاهز الله ده مديك الانكم before tax اه ومديك discontinued operation loss before taxes ثلاثة مليون ميتين خمسة وعشر حد خد باله دي before taxes ماشي وبعدين preferred dividends declared ادي الدفيدنس اللي أعلنناها وبعدين الordinary dividends declared وادي الدفيدنس اللي أعلنناها للordinary سيبك من الordinary دي بي لغبطك بيها احنا قلنا preferred بس اللي بتعتبر شبه creditor ولازم نشيلها وبعدين effective tax rate 35% انت عايزي بقى بقولك compute earning per share data as it should appear in the 2024 income statement of شريدر corporation round to two decimal places يعني قرب للأقرب على 2220 حلو خدت بالك اللي لما نحب نسأل ممكن نجيبها لوحدها مش شرط نجيب لك الجدول الكامل لا 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 أنا هنقيلك معين فبقولك بص عندك income before tax طب ما تشلي منه tax بقى رحتشق منه tax وجبت وطالما جبت الخش على مين خش على ال disco طب ال disco بقى كان عندك loss from discontinued operation بالتلاتة مليون 25 وانت عارف ان انت لازم تحطها net of tax وعشان نحطها net of tax tax rate كان 35 قلت له 35 دي انا عايز complimentary بتاعها يبقى 100% minus 35 يبقى هضرب في 65 يا رب تكون خدت بلك بقى انا جبت 65 دي ازاي complimentary complimentary البقيت المية المية يبقى 35 بقيتها كم 65 ده ربط في 65 وحطتها between practice ليه لنيل ومحدش يقول لي دكتور ازاي loss وتحسب عليها tax ما انا قلتها بلكده بيبقى اسمها tax benefit benefit حضرتك دي الحكومة بتوفرلي على اللص زي ما بتاخد على المكسب هيطلع لك net income بالرقم العجيب ده هو بقى كان طالب منك earning per share ولما يبقى عندك disco earning per share بيطلع بتلات مناظر واحد من الcontinued او واحد من الcontinued باخد ال14 مليون 72 500 وهشين منه dividends شلت منها dividends بتاعة البريفيرد واسمت على ال4 مليون بتوع الاربع لان انا بجيب earning per share للكومن stocks بس او الاربع شير وبعدها بجيب الdisco continued بان انا اقسم الdisco continued اللي كانت بـ 2 مليون 96 2050 على ال4 مليون عشان اجيب نصيبة وتطلع بالن لما يطلع ده بالن وشيله من ده يديك earning per share from net income او اللي انت ممكن تحسبه بانك تاخد net income وتشيل منه البريفيرد dividends بتاعة البريفيرد شير وتقسم على ال4 مليون ده كلام عظيم طب السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد ونفس الكلام بس المرة دي ايه اوسع شوية بيقول 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 مجرو كوربريشن as of December 31st 2024 مديني كاش برضو ايه اللي جاب الكاش هنا بيقول لك كمبيوت net income خدت بلك ان هنا كمان طلب منك كمبيوت net income ما قلتش prepare income statement كمبيوت net income احسب ها عام بالطريقة السعلة اللي كنا بنحسب على سطرين بس مبدأيا الكاش مش معنا لان ده asset طب administrative expense معنا وده بص بقى انا هعمل ايه هعمل كده طب معنا وهيتطرح اللي بعده net sale زلق ده هيجامع اللي بعده دي هتطرح اللي بعده cash dividends declared لا الدفيدنس دي مش معنا وال الدفيدنس بايد اللي دفعناه مش معنا discontinued operation loss before income tax لاو سهي هتطرح الله العظيم بس تطرح زي ما هي ولا صفية التاكس لازم عارف التاكس ريت كام طب depreciation expense not recorded in 2023 هو احنا في 2023 ولا 2024 لا احنا في 2024 لا يبقى بعد اذنك اللي ما تسجلش في 2023 ده لي علاج عندي بس مش هنا مش في النت income بتاع السنة دي لا دي انا هعالجها بس في حتة تانية هعرف هالك المحاضرة الجاية ان شاء الله والretained earning دي سامبل 31 2023 يبقى دي برضو تخص الretained earning مش معنا دلوقتي وبعدها لقيتهم الدين الincome tax rate 30% طب والtax rate اللي ب30% لما حب اصف الdis continue هضربها في 30 ولا في 70 والله العظيم في 70 المية بس خلاص يبقى حضرتك انت تمسك calculator وتجمع للحاجات اللي قلت هتبقى بالpositive دول مش معنا قلنا خلاص دول مش معنا ودي مش معنا برضو قلنا دي مش معنا ولا دي معنا الله يعني انا هجمع 540 مينس 100 مينس 80 مينس 260 مينس ولا بلاص مينس عشان لص بص انا حددت من الكلمة لص يبقى مينس مينس ال40 زي ما هي لا 40 مضروبة في 70 المية بس خلي بالك مش ال40 بس اللي هتبقى مضروبة في 70 المية ده كله سيادتك هيبقى مضروب في 70 المية ليه لان انت اخد بالك هنا احسب بقى كله واضرب لي كله في 70 المية واخلص ماشي لان انت اصلا كنت بتجيب لي income before tax وتشيل tax وبعدين الديسك تجيبها net of tax صح طب انت هنا بتحسبها لي حزبك على بعض كده هو طالب منك net income واخلص يبقى net income هاجيبه على طول اقول له بص بص انا حسبت 540 ال income وراح تجاي شايل منه كل اللوصص واللي طالع ضربته في 70 المية طالع ل42 الف طب لما يقولك بقى من بجين اقول له هنا بقى استنى هنا حضرتك انا هجمع واطرح ال540 والمية والثمانين والمئتين والستين الاربعين دي لأ لان دي discontinued فدي بعد اذنك لوحدة فرح تجيلي للله الان كان بي فور تاكس 540 مينس كل دول طالع لك 100 الف هشيل منه تاكس 30 في المية طالعت لك 30 الف يبقى الاف كو انكم فروم كونتين اوبريشن طالعت 70 الف اللي هتشلي منها الديسكو الوص فروم الديس كونتين اوبريشن 40 الف مضلوبة في كامل مية 70 المية يبقى اضرب في هتطلع 28 ويديك 42 ما تنساش الاي بي اس وهنا مدي لك العدد بتاع الشيرز 20 الف شير يقول لك 20 الف اوردين شير و طالما في ديسكو في ديس كونتين اوبريشن فحضرتك تحسيب لي 3 اي بي اس اي بي اس من وما تنساش تشيل منه البيتفيرد ديفيدنس اف اني هو هنا كان مديني ديفيدنس بس ما قالش دي بريفيرد ولا لا تركز كده ما قالش وبعدين هو تحت قالك اسيوم 20 الف اوردين شير يبقى انا افترض ان الديفيدنس دي كانت اوردين فالديفيدنس بتاعت اوردين وما لهاش اي لازمة رحت جاي قاسم على اوردين شير 20 الف وهنا برضو اسمت الديس كونتين على 20 واسمت النيت انكم على 20 جبت زي ما احنا متعودين نجيبه السؤال اللي بعد انا بيقول الديفيدنس ويذر سبون شو كامباني هز كومبايل الانفرميشن من الانفرميشن كمباني لانفرميشن لانفرميشن ديسمبر 31 2024 ومتذكر انت ريفني وانترست اكسبانس دي اللي بنوقرها لها سيكشن لوحدة رقم فور لو تفتكر وانريالايز جين اون نان تريدينج اكوتي سيكيوريتي نيت اف تاكس طالما نان يبقى ديها هتترامى في الانكام ستيتمنت ولا في الاو سي ااي والله العظيم في الاو سي ااي في الاذر كومبريهنسي في انكام فاكر ان شاء الله تكون فاكر سيلينج اكسبانس وانكام تاكس وادمنستريتي اكسبانس وكوست 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 والنت سيل وكاش ديفيدنز ديكليرد واللص ان سيل اف بلانت اسيت بيقولك استخدمني الكومبايند ستيتمنت ابروش يعني في ستيتمنت واحد اوي اوي والله الستيتمنت واحد الكومبايند حضرتك هنبدأ برضو بالسيل زي ريفني السيل كانت تسعمية وتمانين بدأت بيها هبدأ بدأ وبعد اخد الكوكز فين الكوكز كانت قبل منها خمسمية وستاشر هاخدها واترحهم من بعض ده اللي انا عملته خدت تسعمية وتمانين ناقص خمسمية وستاشر اداني ربعمية وستين اللي سميته جروس بروفيت بعد ما جبت الجروس بروفيت هشين منه سيلنج كانت 181 اهي اهي وفين السيلنج اهي قبل منها بسطرين اهي اهي 140000 كان يقول لك عليها السيلنج يبقى هجمع المية واربعين والمية واحد تمانين واشي لهم وما جيبش نتيجة جمعتهم طلعوا 321 قلت له طب وبعد كده شوف لي كده فيه اي حاجة تانية فيه اركينها فيه انترست اركينه يبقى دي خلاص ودي خلاص انا دلوقتي عيني بتبص على بقية الارقام والكاش ديفيدنس سيبك منها لقيت دي معايا دي في رجلة قايمة والرينت ريفني ومعايا ده يجمع وده يتطرح يبقى 29 مينس 15 روح ترايح اهي اهو 29 مينس 15 الرينت ريفني ومينس ال 15 اللي هشيل منه الانترست اللي انا كنت تراكينها وموقرها لوحدها اهو يبقى انت كده خلصت ده وخلصت ده وخلصت ده كمان مين اللي فضل فضل الانكام تاكس والانريالايز دي جين النون تريدينج ايكوتي سيكيوريتي النون تريدينج دي ما كانها في الاو سي اي يبقى انا كده ما فيش ديس كونتيني دي يعني خلاص يبقى شيل لبس التاكس يبقى حضرتك شيلت الانكام الانترس تكسبنس ادى لك انكم بفور تاكس هشيل منه تاكس جبت نت انكم والنت انكم طالما هو قال لك اشتغل بال كومبايند ابروتش يعني بالابروتش اللي فيه بنعمل ستيتمنت واحدة يبقى هروح جاي اعمله تايتل او سي اي اثر كومبرهنسي انكم واحط له انريالايز جين ونون تريدينج سيكيوريتي واحد تلاتين الف بس خد بالك دي كانت ايه نيت اوف تاكس لو كانت افتر تاكس كنت انا اصف فيها يبقى انا كده حتى ده كمان خدناه والانكم تاكس كمان خدناه خلصنا كل ارقامنا يبقى هقول له بلاس الانريالايز جين ادى لك كومبرهنسي انكم كذا لما جيت اجيب الاي بي اس اوعد اجيب الاي بي اس من عند الكمبرهنسي انكم وده عيب ان انت عينك تروح على البوتوم لاين لا ده انت بتجيبه من عند النيت اينكم حبيبا رح تجاي واخد النيت اينكم وقسمته على number of shares حد يقول لي دكتور ليه ما عملتش ثلاث سطور لانه ما فيش الامريالايز الاي بي اس بيتعمل على ثلاث سطور لما يبقى فيه ايه هنا ما فيش خلاص هعمل من النيت اينكم بس واعد دخل معاه الكمبرهنسي الابروتش التاني بيقول لك prepare comprehensive income statement using two statement approach two statement كل اللي عملت رح تجاي واخد مشرة او سكينة وروح تقاصس الحتة دي بيتلو بص بص هتلي بقى الحتة دي كده بعد اذنك هتهالي كده واعمل لي بيها تيبل تاني يا سلام او الله يعني انا وقفت عند النيت اينكم اهو بص بقى هو البوتوم لاين اهو بقى هو البوتوم لاين اخر سط اللي هجيب منه الاي بي اس زي الفل وروح تجاي عمل تيبل تاني قلت له ادي وروح تجاي عمله تيبل تاني وبدأت بالنيت اينكم تاني خدته وقررته عشان كده بنقول two but consecutive statements يعني ممكن تعملهم في جدولين but consecutive يعني ورا بعض جدول ده يسلم ده خلاص وعملت وطلع لنفس النتيجة طب ايه المطلوب التالك بيقولك which format do you prefer and discuss تفتكر اني احلى الفورمات الاحلى الاتنين the combined statement has the advantage بص بيبرر ايه بقولك هو ده ده حلو في انك عملت جدول واحد advantage of not requiring to create of a new financial statement however bearing net income as subtotal on the statement is considered as disadvantage لكن يعاب عليها ان هي دفنت بيرينج يعني نتفن دفنت ال net income بيرينج ال net income كسب total كرقم ما بقاش هو bottom line اخر ما بقاش هو التارجت بتاعي لا 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 دي بوازة الدنيا وممكن تشتت الناس فده يعتبر disadvantage للكمباينت approach نفس الكلام السؤال اللي بعده بيقولك ده بقى على اسهل بيقولك جارتنر كوربريشن ريبورت in the following for 2024 مديك ال net sales والcost ومديني ال administrative والunrealized holding gain on non non trading equity security non يا ابني non يبديع الoci عارف لو non دي مش موجودة لالله عظيم 3 كوربريمت على income statement على طول المهم بيقولك prepare statement of comprehensive income using the two statement format الله حلو قوي اندي كمان بص بص مريحة من ايه بيقولك ignore income tax اندي earning ber share يا عم ولا تعمل لنا income tax ولا earning ber share عايزك بس انشوف الجدولين تعرف تعملهم لا طبعا بدأت بال net sales اللي هشيل منها الكوكز والنتيجة بتاعتهم gross profit اللي هشيل منها selling و administrative ويدي لك net income بس كده خلاص خلصت ال income statement واروح جاي واخد ال income اللي طلع لي ب160 الف وابدأ به في جدول تاني وما تنساش الشكليات دي حضرتك الثلاث سطور دول يكتبوا هنا طبعا income statement هنا comprehensive income statement تمام يبقى دي income statement عادية دي comprehensive income statement اللي بحط فيها other comprehensive income اللي كانت include gain from holding non trading equity security كانت خمستاشر الف وحطتها net of tax هو هنا يقول لك سيبك من اثر التاكس هيدي لك 175 طب ده بالنسبة للأسئلة الريتن بتاعة الاساي question اللي يجلنا في امتحان ريتن طب بالنسبة ل mcq علشان احنا عارفين ان امتحان الفاينل هيجلنا mcq mcq بقى دي ازأزة دي ازأزة اول واحدة هنا بيقول لك gross billing for merchandise sold by lang company to its customers last year amounted to 13 مليون 720 يعني اجمال الفواتير البضاعة اللي اتباعت لزباين الشركة بتاعة لانج دي كانت ب13 مليون 720 الف والسيلز return وال allowance 370 وال discount 175 وال 40 بص بقى اعز حاطتلك فرايت اوت عشان يلغبطك انت عارف ان ده سيلنج بيقولك النيت سيلز last year النيت سيلز انا عارف ان هي equal السيلز مينة سر راضش بتاعها صح اللي لا الفرايت اوت مالوش دعوة يبقى هاشيل من السيلز 13 مليون 720 نقص 370 وال 175 140 لا هيطلع 13 175 وتبقى الايجابة بتاعت حضرتك سي اللي بعده بيقولك for mortinson company the following information is available مديني شوية معلومات وطالب مني اقرأ الكل على طول بيقولك in mortinson income statement الجروس بروفيت عايزين نجيب الجروس بروفيت قلتله سهل حبيبي الجروس بروفيت بجيبه ازاي باننا باخد النيت سيلز منس الكوكز طب النيت سيلز كانت جيفن والله عندي سيلز وعندي سيلز يا رخمتك يبقى السيلز دي اخدها واشيل منها سيلز دي سيلز نقص 8 يديك 392 الف او 392 الف دي تشيل منها الكوكز اللي كانت عاملة 240 الف علشان يدي لك 152 الف حد هيقول لدكتور طب ودول ما لهمش لازمة حضرتك اشتغل على قد اللي مطلوب منك يبقى نقص 240 هيديك 152 الف اللي هيطلع في الاجابة سي او بيقولك should be reported 152 رقم 3 بيقولك the following information is available وعايز منك باردو gross profit ما نفس الكلام بقى عندك السيلز 450 نشيل منها الريترن والاللاونس طبعا دول ما لهمش اي 30 لازمة واروح جاي بعد ما شيل الريترن والاللاونس من الربعمية وخمسين هتطلع ربعمية 38 الربعمية 38 دول اروح جاي شايل منها 270 الف كوكز علشان يطلع لك النتيجة 168 اللي موجودة عند حضرتك برضو في الاجابة سي رقم 4 بيقولك manning company has the following items write down inventory بص الاسامي هنا غريبة بس انا عايزك تصنفه حلوة ولا وحش يعني يه write down inventory يعني inventory كان مثلا مثلا كان ب 840 احنا عملنا له write down يعني خفضناه خفضناه بكام بـ 240 لما خفضوا بـ 240 التخفيض ده تخفيض قيمة الانفنتوري البضاع عندي قيمتها قلت البضاع لما قيمتها تقل دي حاجة بـ 260 نيلة يبقى write down ده loss خلي بالك دي loss وهتاخدها لما نيجي ناخد الانفنتوري في الآخر يبقى دي loss وحشة دي تتطرح وتتطرح فين لو جدع ولو جدع في رجل القايمة والله العظيم في الريفني والجين والإكسبانس واللص او الله طب واللص تلتمية وسبعين وهنا حتتهالك بصيغة لازم يقولها صريحة يقولك ان في خط انت كامل وقفناه ده مش كامل ده حتى بيقولك loss on disposal part part حتة of sport division 370 خسرة من ايلا بستين نيلة برضو هنترح فين في رجل القايمة الله ارمي ارمي على رجل القايمة loss of restructuring 226 يعني ايه دكتور restructuring restructuring يعني اعادة تنظيم الشركة اعادة تنظيمها واعادة تقييم الاسيتس بتاعتها المهم ان هي loss برضو منيلة بستين نيلة برضو هتترمى في رجل القايمة وهتقللها بيقولك ignore income tax تجاهل tax بتاعتك what total what total amount the manning company report as other income and expense other income and expense ايه other income and expense ما هي دي رجل القايمة بيقولك قول لي هنسجل كم ك other ما هم الرجل دول اللي هم others هجمع الثلاثة دول الظل عظيم هقول له other income and expense هجمع من اول 240 وال 370 وال 226 لو حضرتك جمعت الثلاثة دول هيطلع 836 وتبقى الاجابة بتاعتي ايه يلا رقم 5 نفس الكلام تقريبا بيقولك ده وهو مع تغيير ارقامها خلاص بقينا عارفينهم ignore tax حساب لي برضو الاماونت اللي هتظهر في other income and expense اللي هي رجل القايمة رقم 6 خلاص بقى اللي ما فهاش جديد مش عن ضيع فيها وقت رقم 6 بيقولك اه 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 عايز الحاجات اللي هتترامى في رجل القايمة يلا بينا انا هنقل الحاجات الاخرى لا لأ لان خلي بالك دي بتبقى تابع السيلنج وال expense لا يبقى depreciation expense depreciation expense برضو لا لان depreciation ده غالبا بيبقى تابع السيلنج وال administrative واضح واضح ان احنا كنا شاريين اسهم شركة تانية وزع علينا فده revenue بالنسبة لنا معانا لا تابع السيلنج وال administrative طب معانا معانا ده من الحاجات التانية طب لا دي بنعمل لها سيكشن لوحدها لا بتخفض السيلنج لا تابع السيلنج يعني دكتور كله كده تابع السيل ايه خلاص يبقى الاربعة والخمسة وعشرين والتوتل تسعة وعشرين الف هتلاقيها في الاجابة ايه شكرا اللي بعده رقم سبعة نفس الكلام بيقولك برضو وعايز اللي هيتحط as income from operation لا ده هنا عايز income from operation ال لا لا ده كده تعال يبقى نبدأ النيت سيلز اقبار عن سيلز ريفني واللي بمية وتمانين الف اهي هاختصر بس تلات صوار يبقى انا اخدت الرقم ده واشيل منه سيلز ريتيرن اللي كان ب16 الف وخمسمية عشان اجيب النيت سيلز حلو لو جيبت معي هتطلع مية تلاتة وستين الف وخمسمية يبقى مية تلاتة وستين الف وخمسمية جميل المفروض ان انا شيلت منها سيلز ريتيرن خلاص ماشي الف اللونس او ديس كونت لا المفروض ان انا شيل منهم الكوكز والكوكز هي كانت تسعين الف يبقى يلا نشيل منها تسعين الف بتاعة الكوكز هيطلع لك النتيجة تلاتة وسبعين الف وخمسمية تلاتة خليك من اينا تؤكل الكاتف كده اللي هو تعرف تحل وتاخد الدرجة بتاعتك وشكرا يلا بعديها المفروض بشيل سيلنج وادمنستريتف ومن الاخر طالما هو عايز النت اوبريتينج انك نبص يابني طالما ده mcq في حالة mcq طالما محدش هيشوف اللي انت حلو اجمع واطرح كل الارقام معدد ديسكنتينيو والانترست تكسبنس يا ترى خدت بالك تاني تجمع وتطرح كل الارقام معدد ديسكنتينيو والانترست تكسبنس طالما عايز الانكم فروم اوبريشن طب يعني كده سالري اندويجيس هاترح يلا مينس خمستاشر ماشي والدبريشيشن شيله تلاتين ماشي يوتاليتي شيلها تناشر ماشي الرين تريفني وجمعه تلاتين ده حلو ده يجمع ماشي انترست تكسبنس شيلها تمنتاشر ماشي لا مش قلنا معدد ديسكنتينيو والانترست تكسبنس يا ابن الناس يبقى دي بالذات لا بعد اذنك دي تتراكن طب الادفرتيز تكسبنس شيله تسعتاشر الف وخمسمية لو حضرتك حسبت معايا كل الحزبة دي هيطلع لك الف اللي هتلاقيها موجودة في وها تنسى ان الانترست تكسبنس لا ده لي محطة لوحده طب تعالى نشوف الكيس دي اللي عليها تلات اسئلة ولا اربع اسئلة من تمانية الى احداشر ميدي لك شوية ارقام وبيقول لك اهو 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 نبدأ التلتمية اللي كانت بكام بمية اربعة وستين اهو وخدت كده تلتمية وخدت المية وستين هيدك النتيجة مية ستة وتلاتين ده مين ده الجروس بروفت اللي هشيل منه السيلنج والأدمنستريت فين السيلنج والأدمنستريت هو هنا حتى جميع حملك على بعض يبقى هنشيل تلاتين وبعديها يبقى تلاتين دي كمان خلصت اخد انترست لأ هناخد الاثر فين الاثر مفيش غير ادر واحد الجين اللي كان بتسعين يبقى بلاس تسعين هيديلك نيت اوبريتنج انكم مية ستة وتسعين الف دور عليها في الاتشويس هتلاقيها بيه اللي بعده تلاتين الماونت اف انكم بفور تاكس طبعا ما جبت الانكم ده ده هيتقال علي ايه ده نيت اوبريتنج انكم او ابت طب ما تشلي منه بقى الانترست الاول يبقى هشيل منه ستاشر الاول هيطلع لمية وتمانين ده انكم بفور تاكس والتاكس بتاعك كان ايلك عليها بكام بالتلاتين المية يبقى المية وتمانين دي بعد اذنك نشيل منها تلاتين في المية اللي هتطلع باربعة وخمسين الف اهو لما شيل باربعة وخمسين الف من المية وتمانين هيطلع لك ال income from continuing operation او الاف كو بقى بكام بمية ستة وعشرين الف زي الفل هو بقى كان طالب مني ايه هنا احنا جبنا income from operation وبعدها بيقول لك determine the amount of income before tax اما الانكم before tax 180 ام determine the amount of income tax التاكس نفسه 54 اين الاربع اهي اهي واخر سؤال بيسألك على net income نفسه ارتلو net income نفسه مية ستة وعشرين احنا حسبنا عشر على عشر اللي بعده بيقول لك major corporation had income from continuing operation مليون وتمنمية يبقى income from continuing operation كم مليون وتمنمية فعشرين اربعة وعشرين انا هكتبها هنا بس عشان منساش ده الكون تين ماشي دورين عشرين اربعة وعشرين اتسبوز اف اتسبوز اتسبوز اتبري تاكس جين سبعة وعشرين الف براير تو دي سبوز ال دا ديفيجن اوبريتيد اتبري تاكس لوس خمسة واربعين الف تاكس ريت تلاتين في المية وات is the net income for 2024 تلو سهلة دلوقتي الافكم مدخل لنا مليون وتمنمية عايزين نجيب الديسكو بقى ونحط ها عليه طب الديسكو كان فيها نتيجتين نتيجة للتشغيل ونتيجة لل ديسبوز لف اس نتيجة ال ديسبوز كانت جين كانت مكس ب 27 والتشغيل نفسه كان خسارة 45 واخد بالك لوس 45 طب ما خلاص يبقى 45 27 واللي يطلع يضربه في كام عشان تجيبه نيته في تاكس تاكس 30 نضرب في 70 المية يبقى هقول والله الحزبة بتاعتها تبقى عبارة عن 45 الف لوس 27 الف جين والنتيجة اللي تطلع هضربها في 70 المية واللي يطلع لي ده هضربه براكس بالنيجة 12 1600 بالنيجة عشان اشيله ويبقى نيت إن كان بتاع الشركة مليون 787 1400 اللي هتلاقي ما وجود في الاجابة دي بس خلاص رقم 13 بيقولك ديورين 2024 لوبيز كوربريشن ديسبوز أوف باين ديفيجن اتخلصوا من قسم كامل ماشي يعني عايز يقولك إن ده مصنع كبير ماشي ده مكون كبير بيقولك لوبيز realized again مليون وخمسمية ونت of tax on the sale of buying asset كسبت مليون وخمسمية buying operating losses net of tax مليون وثمان مية يبقى بيعنا الاست وكسبنا وشغلنا الخط وخصرنا يبقى النت بتاعه تلتمية خصارة how should these facts be reported in low pay's income statement for 2024 طبعا ده يعتبر continued ولا discontinued discontinued operation يبقى مش continued خالص يبقى الإجابة c من غير ما كمل والله العظيم لأن الكون تبقى zero ما فياش أي حاجة أما الكون تبقى فيها 300 لس صح صح جدا اللي بعده 14 بيقولك in 2024 اثر corporation reported net income million it declared and paid prefer preference dividends of 250 and ordinary share dividends بما ياسبك من ordinary انت لك بالpreferred عشان دي بتتشال من المليون during a had awaited average 250 ordinary share outstanding compute either earning share earning share هيبقى المليون هشيل منه 250 بتاعة الpreferred stock وهقسمها على عدد ال ordinary share اللي هي 250 شكرا شكرا يبقى مليون ناقص 750 750 على 250 هتطلع 3 دولار برشير اللي بعده 15 بيقولك in 2024 lines corporation reported discontinued operation loss بمليون مليون loss ماشي net of tax وصفية من الضريبة it declared and paid per fairness dividends 100 and ordinary share dividends 300 سيبك من دي بيقولك during 2024 lines had awaited average 400 ordinary share outstanding compute the effect of the discontinued operation loss net of tax on earning share قولي بس تأثير discontinued على earning share discontinued تقسمها لوحدها كده لص فين اللص بتاعتها كانت بمليون المليون يتقسموا على 400000 وخلصنا حدش يقول لدكتور ليه ما شلتش ال preferred dividends بتاعت ال preferred stocks لا ما تتشالش دي بتتشال من ال continued ومن net income لكن discontinued لا discontinued تأخذها هي على طول وتقسم على طول على عدد لو مش مصدق لحظة كده في مثال نهو بتاع شركة جوهين لما كانت الشركة محققة من ال 136 وكان في preferred dividends كانت متشالة من 136 ومن net income لكن discontinued لا لوحدها ما يتشالش منها preferred dividends يبقى كده في سؤالنا هنا هقسم المليون اللاص دي على 400 هتطلع 2 ونص وتبقى الإجابة دي اللي بعده بيقول لك بمفر كوربريشن ريبورت net income 350 و دي كلورد اند بيد ordinary share 40 سيبك منها هنا اند هاد ويت افريج 100 الف ordinary share outstanding كومبيوت the earning per share 350 على 100 3 ونص بس هو هتطلع بس ال dividends دي عشان يشوفك انت اطرح على لأ احنا بنطرح ال dividends بتاعت ال بريفيرد stocks رقم 17 بيقول لك ومدي لك شوية data وطالب منك ال earning per share برضو يلا net income ودي dividends لل ordinary يسيبك منها و dividends لل معانا يبقى 500 ناقص 60 هطرح 500 ناقص 60 يديك 400 واربعين وتقسم ال 440 دول على 125 number of shares number of ordinary shares بس خلاص 440 على 125 هتطلع 53 وخمسين من مية الاجابة سي رقم 18 نفس الكلام مش هكرره بقى تاني يبقى برضو ال 500 net income ناقص 60 440 بص نفس الكلام والله بس هو محطوط للتمرين يعني طبعا ال ordinary dividends ده تسيبك منها وتقسم على 250 العدد shares بتاعتك علشان تعرف هيطلع 1 76 من مية وتبقى الاجابة سي برضو رقم 19 بيقولك in 2024 تيمون company reported net income مليون it declared and paid per fairness share dividends بمئة الف دي تتطرح طبعا and ordinary share dividends سيبك منها during كذا تيمون had a weighted average 150 الف ordinary share outstanding عايز earning per share for تيمون اوي اوي هيبقى المليون ناقص المية تسعمية الف تسعمية الف يتقسم على 150 تسعمية على 150 بس خلاص يبقى تسعمية على 150 هيطلع 6 pound لان العلامة دي علامة السترليني 6 pound per share اللي بعده رقم 20 نفس الكلام اه بس لا لا 20 دي بقى فيها فكرة حلوة قوي بقولك given given the following add net income ودي ال EBS بدهولك ودي dividends بتاعت ال ordinary يسيبك منها ودي weighted average بتاع ordinary اهو الله يعني ال 4 وربع دول اللي انت عارف ان هي عبارة عن net income 800 minus preferred dividends على number of ordinary share 160 بزمتك كده تعرف تجيب ال preferred dividends ولا لا وهو دي اللي طالبها بيقولك determine the amount of preferred share dividends الله حلوة حلوة فبيقولك يلا حسيبلي ال preferred dividends قوي قوي هندرب 160 في 4 وربع يبقى 4 وربع هندربها في 160 والنتيجة هقول بتساوي 800 minus preferred dividends اللي انت عايزها صح لا لا لو حضرتك حسبت معايا كده اهو 4 وربع في 160 هيطلع 680 يبقى اني بقول 680 equal 800 minus preferred dividends يبقى preferred dividends اوديها هنا positive واجب مكانها 680 هتبقى 140 حبيبي هتبقى sorry 120 120 ليه الاجابة دي شكرا جميلة جميلة طب 23 بقى ولا 21 21 بيقول ليه بيقولك سانت ستورم كوربريشن هاز ديس كونتيني ديس كوربريشن لص بمئة الف and unusual gain of 70 thousand and tax rate 40% يعني مكسب مش عادي مكسب مش عادي يعني برضو مكسب مش عادي يعني مكسب نتيجة اي حاجة يعني والله يدس كونتيني بمئة الف هضربها في 60% الكمبليمنتري عشان اجيبها net of tax هتطلع 60 الف يبقى انت ما بين option c او d طب وبالنسبة ل un usual gain ال 70 الف لا دي تتحط 70 زي ما هي بش يبقى الإجابة c بس تتحط 70 زي ما هي وهتترمى في رجل القايمة صحة لا اوالله في رجل القايمة مظبوط مظبوط جدا رقم 22 رفت corporation has discontinued operation ما خسرنا 300 وعندها unusual gain ب110 نفس الكلام بقى ماشي والinterest rate كان 40% بيقولك يلا هيظهره ازاي discontinued هضرب 300 في 60% يديك 180 يبقى انت ما بين option c d اما item التاني unusual يتحط برضو رقم 23 بيقولك يبقى التاكس ريت بتاع 40% بيقولك what would be the income tax expense يا عم سهلة حاطر حاطر الincome tax عشان اجيبها ابدأ بالسيلز طبعا انا لو مكانك انا باشا هشتغل هنا بخطوة واحدة يعني هاتلي الحلو كله والجمع وهاتلي الوحش كله والطرح والفرق ما بينه محسب بينه tax بس خلاص مفيش داعي بقى تعمل وتضيع وقت وتكتب ل income statement بالclassification والكلام ده الكلام ده فاندم لما يبقى الامتحان written فلازم توريني الفورمات لكن في امتحان mcq علشان بتاعك في الاجزام وتعرف تحل بسرعة نميلي بقى الحلوين مع بعض يلا يبقى المية وعشرة دي حلوة هنجمعها خلاص والكوكزي دي منيلة بستين نيلة مع الوحشين تحت والتمانية ده salary مع الوحشين تحت والدبريشيشن وحش منايل بستين نيلة 11 هنا و ريفنيو ده حلوة هنا يبقى تسعة وهنا يوتاليت ده هنا ضم على اخوتك هنا و عشرة دم هنا كمان تقوليش يا دكتور دي المفروض يا عمي التانية في الفورمات اللي مش عارف ايه بقى وال اللي باتنين ضم هنا مع المنايلين بنيلة دول يبقى كده عندك 119 حلوين وعندك 60 و 12 يبقى 70 81 91 92 92 من اي بنيلة لما نطرح 119 ناقص 92 اهو 119 ناقص 92 هيطلع وانه هنغلط غلطة لا تختفر العشرة بتاعت الديسكنتينيد ايوه يا ابني العشرة المفروض بتبقى الوحدة وبتتحط نيتو في تاكس هو بيسألك على التاكس اللي هتظهر في الانكم ستيتمنت في السيكشن الفايف انت لما بتيجي تحسب تاكس بالريت بتاحها بيبقى الديسكنتينيد معها لا طبعا يبقى بعد اذنك العشرة العشرة دي فعلا ما ماشي عاستخدم الارقام زي ما هي بيقولك عايز الرجل القايمة ماشي طلعلي مين الرجل هنا service revenue ما service revenue ده خلي بالك كأنه sales فده مش اذر لا طب income from continuing operation لا طب نيت income لا طب income from operation الله طب و سيلنج و الله طب انا عشان اجيب رجل القايمة ده اعمل ايه بص بقى سيدي هو رجل القايمة لو كان بيبقى فين اقول لك انا قلنا بنبدأ بالسيلز او عشان دي شركة service بقى هيبقى service revenue وطبعا service الميزة ان ما عندوش كوكز صح لا لا فالservice revenue المفروض مفيش كوكز بقى نشيل منه مين على طول selling and administrative حلوة حلوة فكرة جديدة هشيل منه selling وال administrative المفروض ان انا كنت اطلع نتيجة هنا ولا لا لا والله لا والت selling والadministrative على طول نقول لك نط هنا وتروح جاي ايه اللي plus ور minus رجلك قايمة اللي هم الاظر هو الاظر اللي هو بيسأل عنها حلوة يدي لك net operating income حلوة تعال نشوف بقى مين هنا اللي موجود من دول هتلاقي service revenue مليون وستمية كانت selling وadministrative اهي مليون و given هحطها بال minus ماشي ورجل القايمة هو بيسأل عندها ومدي لك net operating income from operation الله عظيم كان given 440 الله الله يبقى مليون وستمية ناقص مليون ستمية ستمية بلاسور minus كام يديك 440 طبعا minus minus 160 الف يبقى الإجابة 160 إجابة جميلة جميلة حلوة وفكرة جديدة فكرة جديدة ايه ان اولا دي service company فما عندوش كوجز لان service ما عندوش بضاعة هتقول بضاعتين المكلفاني كام لأ هو service revenue ويشيل منه selling وadministrative على طول طب جميل اللي بعده بيقول لك determine the amount of financing cost قلت له حلو هو انا net operating income ده مش كنا ساعات بنقول عليه ايبت وكنا بنقول نشيل منه interest عشان اجيب الانكم بفور تاكس اه والله طب وهل الانكم بفور تاكس جيفن اه كم بتدولك بربع ومية اه 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 الله يبقى ربع مية واربعين نايس كار اربعين اربعين يا سيدي يبقى دي عام الاربعين يبقى اربعين الف الانترست الله جميلة determine the amount of income تاكس هنشيل منه تاكس يدي لك صح لا لأ اه طب والنت انكم عندك اه عندي بمية وتمانين لما النت انكم مية وتمانين يبقى ربع مية نايس كام يديك مية وتمانين يبقى ربع مية بس لحظة لحظة ده فيه كمان لا يبقى الاولى نشتغل بال ماخدتش متين يبقى التاكس بتاعتي هنا عملة متين شكرا يبقى التاكس بتاعتي عملة متين وتبقى ليجا بسي اللي بعده determine the amount of discontinued operation قوي قوي لما النت انكم مية وتمانين وعندك الانكم from continued operation متين يبقى discontinued operation عملة عشرين صح كده وبالنيجاتف طبعا يبقى تاني لو مش ااخد بالك حضرتك انا هنا ده الكونتين ده الافكو ايو ده الافكو ودي الديسكو اهو الديسكو هو بيسأل عنها طبع عشان اجيب الديسكو دي اعمل ايه قال لك انا النيت ان كان بتاعي 180 والافكو كانت 200 يبقى الديسكو دي خسارة من 60 الى رقم 28 بيقول مادسين كامباني ريبورت الى فولين انفورميشن فور 2024 وطلب منك فور 2024 مادسين ود ريبورت اذر كومبريهنسيف انكم طلع لي الو سي ااي الو سي ااي ولا سيلز ولا كوكس ولا اوبريتين اكسبنس ولا هو بس الانريالايزد هولدينجين اون افيلابل فور سيل سيكوريتي يعني اهل افيلابل فور سيل دي اللي هي نون تريدينج حلو ادي اسم جديد اتعلمته ان التريدينج هيقول لك فور تريدينج لكن افيلابل فور سيل دي نون تريدينج فيبقى تلاتين الف وما فيش غيرها ما فيش غيرها حد هيقول لي طب والديفيد لا لا ده بس اللي اعتبر او سي ااي رقم 29 يقول لك برضو كورت كامباني ريبورت وبيقول لك قول لي كورت وود ريبورت كمبرهنسي انكم عايزك كمبرهنسي انكم مش الاذر كمبرهنسي انكم خلي بالك اذر دي تفرق عن كمبرهنسي انكم لوحدها طبعا كمبرهنسي انكم يبقى لازم اجيب نت انكم الاول اجيب نت انكم ازاي عندك سيلز وعندك يلا 500 ناقص 350 هشيل منها 55 يبقى 95 وال95 دول ده النيت انكم خلي بالك ماشي 95 ما قالكش هو على تاكس ريت خلاص خدها وحطلي عليها الانريالايز جين واللوص فروم افيلابل فور سلسل سيكيوريتيز اللي كانت 25 ودي كانت هولدين جين جين ها جين مكسب يعني هجمحها يبقى 120 الف وتبقى الايجابة بي بس كده ايوه وتحل بسرعة كده مش محتاجة هي مش محتاجة يلا اللي بعده رقم 30 لغاية 32 بيقول لي بيقولك يعني الشركة دي ما عندهاش غير كاش وكابتل بس ولا عندنا assets تانية ولا عندنا لابلتي تانية ولا اي حاجة ماشي عام ان جانوري 5 2024 ات برشيزي سفور كاش ستة مليون اف ايكوتي سيكيوريتي هو كل اللي عمله انه راح رايح مش تري بستة مليون ايكوتي سيكيوريتي مش دي كده السيكيوريتيز اللي بنعتبرها والمفروض ان قيمتها بتزيد او بتقلو بتكسبني وتخسرني that it classified as non trading وصنفها ان هو non trading it received the cash dividends of 800 الف during the year خلي بالك ده يعتبر ايه ده يعتبر revenue او الانكم بتاعه بس هو قبض او استلم 800 الف revenues during the year on this security in addition it has unrealized loss on this security 600 الف وخسرت 600 الف من السيكيوريتيز دي والtax rate بتاعك 20% بيقولك compute the amount of net income الانكم الوحيد هنا مفيش غير ده مفيش expenses تانية ومفيش غير خلاص يبقى 800 الف يا باشا 800 الف بس خلي بالك ده كده يعتبر income before tax طب عشان اجيبه بعد التاكس اضرب يعامف 80% complimentary وخلاص هتطلع 640 وتبقى الايجابة بي ادي 640 الف شكرا اللي بعده بيقولك compute the amount of comprehensive income comprehensive income بقى لا لازم ناخد معاك كمان 600 الف الخسارة بس ناخد 600 الف زي ما هي ولا بعد ما نضربها في complimentary اضرب في complimentary هتطلع 480 الف خسارة حضرتك تروح جاية حضرتها اللي تحت دي وتخصمها يبقى 640 ناقص 480 هيطلع 160 الف والاجابة تبقى دي شكرا اللي بعده بيقولك compute the amount of other comprehensive income الربعمية وتمانين وCI الربعمية وتمانين اين الربعمية وتمانين اهي الربعمية وتمانين بس دي كده كل الاسئلة على الجزء الاول في ال income statement اشوفكو بقى في return the earning الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة